السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي جاءتنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث الشريف الذي رواه سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما هو الريب وإيه معنى هذا الحديث الريب معناه الشك والشك معناه استواء النسبتين يعني خمسين في المية آه خمسين في المية لا أنا عندي تردد في الأمر وشاكك فيه هو الأمر ده صح ولا غلط هو الأمر ده حلال ولا حرام هو الأمر ده أعمله ولا ما أعملوش فإذا وجد الإنسان تحيرا في قلبه وهو غير مطمئن لأمر ما بنسبة تام فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن مرجحات الأمور يدينا وسيلة نقدر نرجح بها تاخد قرار بها فمن ضمن الأمور اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدنا بها فهو أنه قال لنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بمعنى إذا كنت تشك في أمر وغير مطمئن النفس له فدع هذا الأمر اتركه تماما وعليك أن تأخذ بالأمر الذي تطمئنه إليه تماما يبقى ده معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا الأمر يسري في الدين ويسري في أمور الدنيا وفي معاملاتنا مع الناس لما تجد أمر وتجد في خلاف وأنت غير مرتاح إلى الأخذ به دعه وتركه على سبيل المثال لا يأتي أحد إلى العالم ليشأله عن علاقته بزوجته التي عقد عليها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور أهلها وبولاية وليها أبيها أو أخيها أو عمها وقد قدم لها المهر المطلوب وأقام الإشهار المطلوب أحدش بيسأل هو حياتنا حلال ولا حرام لأن حياته حلال حياته حلال يعني هو بطمئن إلى أنه قام بشرع الله تعالى الذي حدده في طريقة النكاح لكن قلبه غير مطمئن لهذه العلاقة التي أقامها في الخفاء في مسألة الزواج العرفي في مسألة كذا في مسألة الزواج العرفي الأمور هذه عندما يدب إليها الريب والشك وعدم الطمأنين النفسية يقوم رايح يسأل بيسأل ليه؟ لأنه غير مرتاح وبالتالي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأول بيقول لحضرتك ريح نفسك من كل الأمور التي تشكل شكا في قلبك تقيم عائقا بينك وبين الله تعالى ابتعد عن هذه الأمور المريبة دع ما يريبك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدينا تعريف للذنب أو الإثنة أو الأمور السيئة يقول الإثم ما حكى في صدرك أمور مترددة فأنت مش مرتاح مخدتش قرار على طول ومش هادئ البال ولا مرتاح النفس ولا مطمئن أنك أنت تعمل الفعل ده فعمال تفكر وتحاول تدور على طريقة طب ينفع كده طب هو كده يبقى حلال طب أنا لو عملت طب إزاي أحتال عشان أخلي الأمر حلال الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس اللي أنت مكسوف منه اللي أنت خايف منه ما تعملوش لأنه ببساطة شديدة أمر فيه ريب أو أمر فيه إثم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حضرتك في الشغل وشاكك فيه فلوس جيالك إن الفلوس دي بالنسبة لك لا أنا ما عملتش للأمر اللي أستحقه طيب أنا مش مرتح لا سبها في معاملة تجارية في حتى في العلاقات بين الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أمر مهم استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك لكن الحقيقة هذا المعيار ليس لكل الناس إنما لمن كان قلبه متعلقا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلبه نظيفا خاليا من هذه الآثام يبقى ساعتها الإنسان المقبل على الله اللي بيخف ربنا اللي عنده المعايير واضحة هو لما يرجع يسأل قلبه أنا مش مرتاح مش هعمل الموضوع ده لإني غير مطمئن له وبالتالي هذا نقول له استفت قلبك إنما الإنسان العيش في الحرام وبينتقل من حرام لحرام وقلبه والعياد مغلف بالران اللي هو الذنوب المحيط به وأصبح قلبه غير فاهم لما يأتي عن الله عز وجل هذا لا يقال له استفت قلبه كان فيه اتنين إخوات راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بينهم خصومة في مسألة ميراث إحنا بنقسم البيت وأنا عايز أخد الدور ده وأخوي عايز ياخد الدور ده وإحنا أنا مش راضي واللي اتنين متخنئين على تقسيم الميراث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع قعدة وبدأ يتكلم لأن كل واحد بيزع منه صاحب الحجة كل واحد بيقول لا ده مش ميراث المحل ده أبويا كتبهولي والتاني بيقول والشقة دي أبويا كان كتبها لي وهكذا والناس غير مقرة بما بينهم من هذه العقود فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي بتيجوا تعرضوا علي المشاكل والقضايا ولعل إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكونوا ألحن بحجته من بعض عارف يتكلم كويس ويعرض قضيته كويس ويعرف يضحك على التاني وياخد حق قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بشيء من حق أخيه حكمت له بيه ما تاخدوش فلا يأخذ وارفض الحكم ده اللي يؤدي إلى استباحة الحرام إن تعارف من جواك إنك بتاخد حق غيرك ما تاخدوش لأن حكم القاضي هو حكم بالأوراق وحكم بالأدلة لإن تقدرت تقدمها وتخدع القضاء بيها قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو قطعته بمنار أقطعها له إن شاء أخذها وإن شاء تركها فبكى كل منهما وقال حقي لأخي أنا مش عايز حاجة من المراث خلاص انتهى قال اذهب فاقتسم لما استيقظت الفطرة وصحت الضمائر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتسم يبقى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أستودعكم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة شكرا